أعوام على تجاهل مطالب أساتذة التعليم الرسمي والمعنيون غائبون عن السمع فهل هي خطوة متعمدة لإهمال القطاع التربوي التي تتمثل مطالبه بالآتي تصحيح أجور بيعادة القيم الشرائي للراتب استعادة الاستشفاء كاملا بدل النقل اللي كان بشكل يومياً 40% من سمن تنكة البنزين نرجع نستعيده 40% أو يعطونا 10 تنكات بنزين يرفعوا السقوف اللي حطوها بالبنوك اللي عم بتزل الأساتذة لمبالات المعنيين بصرخة الأساتذة ينعكس سلباً على التلميذ الرسمي نحن حرسين على مصير التلميذ روابط الأساتذة والمعلمين محكومة من أحزاب السلطة عم تتصرف بشكل تحركات خجولة تضيع الوقت على التلميذ دون الضغط الجدي على السلطة تناخد حقوقنا لزارة التربية غير أبها لمطالب الأساتذة الذين ينتظرون الوعود الوزارة في تجاهل تام لكل مطالبنا ما كانت بتتجاهلنا بهذا الشكل لو كان فعلاً في عنا رابطة تحمينا بأول السنة طلع الوزير وعدنا أنه بفتات بفتات اللي هو حوافز 130 دولار وثلاث معاشات وترانسبور صارنا من الشباط ما نأبضينه لهلأ نحن هذا الشهر والقبله أبضين معاشنا الروابط تدعو الأساتذة للتعليم في مدارسهم ليومين وأعلان الإضراب ثلاثة أيام فيه مخ عقل تربوي بيعلم يومين بالأسبوع شو بده يتعلم الولاد بيومين بالأسبوع إذن التعليم الرسمي في خطر لينضم بدوره إلى لائحة القطاعات التي باتت مهددة بالانهيار الشامل ترجمة نانسي قنقر